موسيقى حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام لا شك بأن لقاعة أفريقيا أهمية بالغة في تاريخ المسيرة الثقافية لإمارة الشارقة هذه القاعة مشاهدين الكرام كانت وما زالت بعون الله و بتوفيقه و بدعم من سيدي صاحب السمو الشيخة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة الله يحفظه و يرعاه كانت وما زالت الحاضن الرئيسي لأغلب الفعاليات التي تعنى بالشأن الأفريقي و في غيرها من الشؤون خصوصا و أن هذه القاعة كانت و منذ الأزل في الحقيقة تستضيف كبار الأدباء و المثقفين الذين كانت وما زالت بصماتهم حاضرة في هذا المكان تجديد هذه القاعة و ظهورها في أبهى حلة و برعاية كريمة و حضور سامي من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو النجس الأعلى حاكم الشارقة الله يحفظه و يرعاه و كذلك الحضور سمو شيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي و ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي و سمو شيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة الله يحفظهم جميعا و كذلك أصحاب المعالي الوزراء و الشيوخ و كذلك كبار الحضور و المهتمين بالشأن الثقافي بالتأكيد كل ذلك يشكل دعما كبيرا و مسؤولية تعنى بها هذه التحفة الحضارية المتمثلة في التحفة الحضارية و الثقافية في الحقيقة المتمثلة في قاعة إفريقيا و التي ينتظر منها أن تقدم الكثير على أجندتها الثقافية خلال المرحلة القادمة بلا شك نحن بالتأكيد سنسلط الضوء على أبرز الفعاليات التي تعنى بها قاعة إفريقيا سواء التي بدأت منذ يوم أمس من عروض موسيقية من عرض سينمائي كذلك لفيلم أوبيرا العالم كذلك لا بد أن نشيد مشاهدين الكرام بالجهود التي قدمتها الشيخ حور بن سلطان القاسمي رئيس معهد إفريقيا في الحقيقة سموها صالت وجالت في إفريقيا في الحقيقة بالتأكيد للتجهيز لهذا اليوم المهم جدا في الحقيقة ولما بعد هذا اليوم نحن سنتحدث بتفاصيل أكثر مشاهدين الكرام عن قاعة إفريقيا والخطط المستقبلية بالإضافة إلى الفعاليات الحالية الخاصة بهذه القاعة مع ضيفنا الكريم مشاهدين الكرام الذي سنرحب به في هذه اللحظات ورحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور صلاح حسن المستشار الأكاديمي لقاعة إفريقيا مرحبا بك دكتور سعيدين بلقائك اليوم سعيدين كذلك بهذا الافتتاح وبهذا التشريف السامي وبهذا الحطور الذي يزيد من ألق هذه القاعة وكذلك سعيدين بهذه الفعاليات والعودة بأبها حلة مثل ما قلنا قبل قليل ساكر الله بالخير دكتور الله يباري فيك شكرا على الاستضافة أنا سعيد بأنه أكون موجود معكم اليوم وجاهز لأسئلتكم والاستفساراتكم بس في تصحيح بسيط أنا لست مستشار أكاديمي للقاعة وإنما للمؤسسة أخرى اللي هي محد إفريقيا اللي هو معرف بـ Africa Institute القاعة تعتبر جزء من محد إفريقيا هي تعتبر جزء من المحد نفسه أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا الاستشار الأكاديمي لمعهد إفريقيا أهلا وسهلا أستاذ دكتور صلاح نود أن نتعرف بشكل مفصل عن هذا المعهد وعن ما يضمه بين جنباته سواء القاعة وغيرها كذلك فكرة المعهد تعود لعام 1976 عند مناسبة مهمة دعا لها حاكم الشارقة سمو الشيخ الدكتور سلطان المحمد القاسمي ونظمها مع مجموعة من المفكرين السودانيين من ضمنهم رئيس محد الدراسات الأفريقية والأسلوية في السودان الدكتور يوسف فضل آنازاك ومجموعة من المفكرين يشملهم دكتور محمد عمر بشير وأستاذ جمال محمد أحمد هم مجموعة من الكتاب والمفكرين والأدباء والاجتماع دعي له على التفكير في مستقبل العلاقات العربية والأفريقية وتاريخها جميل ومن ضمن النتائج التي تعتى المؤتمر كان هي فكرة قيام محد لدراسة العلاقات العربية والأفريقية مضى طبعا الفكرة أكثر من ثلاثة أربع عهود لم تنفذ لكن التزام حاكم الشارقة لم يتزعزع وفي هذا الأثناء أسس قاعة الشارقة في جامعة الخرطوم وهي رمز وشهادة لالتزامه ولتقديره لدعمه للعلاقات العربية والأفريقية وما زالت القاعة رمز لذلك جميل فخلال السنوات الأخيرة عادت الفكرة من جديد من جديد وطلب مني أن أكون مستشار لهذا المحد لتحقيق هدافه لكن تغير من محد للدراسة العلاقات الأفريقية والعربية إلى محد للدراسات الأفريقية بشكل شامل منظور المحد هو منظور عالمي ينظر إلى أفريقيا من شمال إلى جنوب وليس فيه التقسيمات الاستعمارية شمال أو جنوب أو أفريقيا شمال الصحراء وأفريقيا جنوب الصحراء وهو أيضا ينظر إلى أفريقيا كوجود عالمي بحث أنها ليست ذات مكان جغرافي وإنما هي تضم الشتات والهجرات في كل الأماكن وبذلك تكون الشارق الموقع والخليج العربي موقع حام لأنه نفسه كمنطقة منطقة تصاهرت فيها وتمازجت فيها العلاقات العربية والأفريقية من ناحية الصغافية من النواحي الحضارية وغيرها جميل تحدثنا في الحقيقة عن حقبة مهمة من الزمن التي رافقت تأسيس معهد إفريقيا وما يصاحب في الحقيقة من مرافق ننتقل إلى الجديد في الحقيقة ومصاحب عرض يوم أمس أو افتتاح يوم أمس من عروض موسيقية مميزة كانت مدرجة من ضمن جندة حفل الافتتاح حدثنا عن هذه العروض المميزة العروض المميزة هي احتفال بإعادة بنا قاعة أفريقية قاعة أفريقية كانت مشهورة بأنها في السبعينات وخلال التمانينات هي المكان الأساسي للنشطة الثقافية من مسرح وقراءات شعرية وغيرها ومحاضرات وشهدت العديد من المؤتمرات وكثير من المفكرين العرب والشعراء من أمثال محمد مهدي الجواهري، الطيب صالح، محمود درويش شهدت لهم القاعة بقراءات وزيارات مكتوبة يعني مسجلة في التاريخ كأحداث هامة الاحتفالات التي نظمت والتي هي كلها في مجملها احتفالات موسيقية وسيشمل أيضا عيد عرض للفيلم عن الهجرات الأفريقية هي محاولة لإعطاء فكرة عبر نمازج لمختلف أنواع الموسيقى الأفريقية فمثلا الافتتاح بالأمس بدأ بكمنجاتي أو عازف من تونس صحيح زيد الزواري صحيح وافتتح العرض وبعدها كان هناك تعاون عرض بين المغني السنغالي يوسندور مع فرغة فتح السلامة أو أركستر فتح السلامة المصرية وفي ذلك الرمز يعني للعلاقة العرقات العربية والأفريقية ونظر الشمولية لأفريقيا نفسها صحيح من البداية الفيلم دكتور اللي تطرقت إليه هو ذاته فيلم أوبيرا العالم أوبيرا العالم وهو يوم الجمعة ما قصة هذا الفيلم دكتور؟ قصة الفيلم اللي هو أخرج بواسطة مفكر وسينمائي وأستاذ في جامعة نيويورك اسمه مانسيا دياوارا وهو من مالي في قرب أفريقيا وقصة الفيلم تتعلق بمحاولة عمل أوبيرا أفريقية تعود إلى فترة التزعينات وكانت بدعم من مؤسسة الأمير كلاوس في هولندا وتحققت في شكل عرض أو عرضين وتوقفت السينمائي مانسيا دوارا كانت له عديد من ما يسمى بالفوتج للفيلم صورها نفسه فالأوبيرا نفسها كانت مبنية على قصة ملحمة أفريقية قديمة وعيد سياغتها بحيث تشمل المشاكل الحالية ومن ضمنها مشكلة الهجرات إلى أوروبا والتي طبعا كانت بدافع اقتصادي ونتيجة للأزمات الحكومات في منطقة غرب أفريقيا أو جنوب الصحراء ومشاكل التصحر وغيرها أدت إلى هجرة كثير من الشباب الأفارغة عبر الصحراء وعبر الصعاب وعبر المتوسط وأنا متأكد أن الجمهور واعي بالعدد الشباب نساء ورجال الذين يموتون بشكل يوم في محاولة عبور البحر المتوسط إلى أوروبا صحيح الفيلم سيعرض يوم الجمعة القادمة سيعرض يوم الجمعة القادمة الساعة خامسة وسيكون هناك حوار بيني أنا وبين السينماي عقب مشاهدة الفيلم جميل تحدثنا عن ما قدمه معهد أفريقيا منذ بدايته قبل أكثر من ثلاثة عقود الرسالة هي في حد ذاتها ذات الرسالة أم هناك تجديد وإضافات على الرسالة التي سيقدمها المعهد بحلته الجديدة هناك يعني هي رمزيا تعني أنه في الماضي كان هناك اهتمام غير عادي بأفريقيا وهو يعني التزام الشارقة من كل الأمارات ومن كل الدول العربية بفعلا الاهتمام بأفريقيا وبقضاياها بوجود قاعة أفريقية أو قاعة باسم أفريقيا في السبعينات حدث نادر في كثير من الدول العربية صحيح خاصة خارج نطاق أفريقيا نحن معروفين أن جزء من العالم العربي في أفريقيا موجود فوجود قاعة بتعني الالتزام بالغضايا الأفريقية والالتزام بأهمية العلاقات الأفريقية والعربية الجديد في الأمر أن القاعة أصبحت جزء من مؤسسة أكاديمية والمؤسسة الأكاديمية هي محد أفريقيا وهو محد له ثلاث أهداف واحد هي البحوث والدراسات والأرشفة والناحية الأخرى هي محد للدراسات العليا هو الذي سيشمل برنامج للدكتوراه في الدراسات الأفريقية وكذلك ماجستير وديبلومات في اللغات الأفريقية المحد نفسه بالإضافة إلى الدراسات الأكاديمية وبالإضافة إلى البحوث والأرشفة يتضمن أيضا الهدف من أن يكون حاضنة للتفكير في القضايا الأفريقية الملحة الأزمات الحكم، التصحر، الحروب، الديمقراطية، حقوق الإنسان كلها من ضمن الأهداف التي سيكون المحد حاضنة لكل هذه القضايا وسندعو كثير من المفكرين جميل من كافة الاتجاهات العلمية، المجتمع، الثقافات، العلوم الاقتصادية للتفكير من وقت لآخر في شكل مؤتمرات، في شكل محاضرات جميل في شكل ورش عمل جميل أبرز وأهم الفعاليات التي ستحتضنها القاعة بالإضافة إلى ما ذكرت دكتور قبل قليل هناك ملتقيات ستكون على أجندة فعاليات المعهد ولكن ما هي الفعاليات الأخرى وكيف أو ما أهمية في الحقيقة ما أهمية تعريف الجمهور بهذه الفعاليات التي ستعقد في الفترة القادمة إن شاء الله أهمية الهدف نفسه من قاعة أفريقيا هو تصحيح صورة أفريقيا في مخيلة الشعوب كلها لأنه معروف أن أفريقيا من القارات التي تعرضت للعبودية وتعرض للإستعمار وصورتها مشوهة من أهداف المحد نفسه بالإضافة للقاعة هو تصحيح صورة أفريقيا بحيث تصبح كما هي الحقيقة إنها قارة كبيرة ومتعددة ولها تأثير على ثقافات العالم أجمع كمثال لذلك إذا ذهبت إلى أمريكا الشمالية من أقوى العناصر في الثقافة الأمريكية هي ثقافة الإنسان الأسود أو ثقافة الأفارغة رغم الظروف التي أتوا فيها إلى أمريكا كعبيد أو كمستعبدين لنصحح الكلمة لأنه ليس هناك شخص يكون عبد بإرادته وإنما عن طريق الاستعباد بل هو قصري رغم الظروف المؤلمة التي مروا بها هم صمدوا وأصبحوا جزء مهم من الثقافة الأمريكية وقدموا لها الكثير في الموسيقى وفي الثقافة وفي اللغات وفي غيره أقوى موسيقى دلوقتي في العالم هي موسيقى الجازوية من أصول أفريقية أقوى موسيقى وسط الشباب عالميا وأشهرها هي موسيقى الراب أو الهيب هوب هي أيضا موسيقى كثير من أصول أفريقية ومزيج من الأصول الأفريقية والأوروبية فتصحيح صورة أفريقية من الهداف الأساسي من خلال أعمال فنية وثقافية من مسرح وفنون أخرى ومعارض بحيث المبنى الجديد نفسه سيبنى بواسطة واحد من أشهر المعماريين وهو ديفيد أجاية أو ما يعرف بالسير ديفيد أجاية هو غاني هو بريطاني من أصول غانية ومعروف في العالم وآخر إنجازاته هو محد أو متحف الفنون والثقافة الأفريقية الأمريكية جميل في واشنطن دو سي تبع الاسموسوني انستيوشن إذن البصمة الأفريقية حاضرة في كل ركن وزاوية من أركان معهد أفريقيا والمرافق التابعة لهذا المعهد جميل جدا سنواكب بالتأكيد جميع الفعاليات وسنقوم بتغطية هذه الفعاليات وإبراز الضيوف وكذلك التواصل المباشر معكم كنت سعيد في الحقيقة أنا وبتأكيد سادة المشاهدين بحضورك سادة الدكتور صراح حسن مستشار أكاديمي لمعهد أفريقيا وبالتأكيد نحن أخذناك من بين الفعاليات التي ما زالت قائمة وبإذن الله نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله أشكركم أيضا بالاهتمام بموضوع قاعدة أفريقيا ومعهد أفريقيا القادم إن شاء الله الله يحفظك وأنا سعيد كأن أكون في خدمتكم الله يحفظك شكرا أما راح داف ويعني باستقبل المعهد بإذن الله شكرا جزيلا الله يحفظك شكرا شكرا